اشتركوا في القناة 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 ويكفي ان حتى الان احنا بنتكلم ما يقلب من ستة الاف ستة الاف من المدين سقطوا حتى الان نصفهم تقريبا من الاطفال نصفهم تقريبا من الاطفال ويجب ان نضع ده في عين الاعتبار في استمرار الازمة وعدم وضع السلامة سلامة المدنيين في الاعتبار عند التعامل مع الفعل العسكري الاسرائيلي في القطاع نقطة ايضا توفقنا على ان احنا نعمل فيها بجد وهي ادخال المساعدات الانسانية بالحجم اللي يتناسب مع اثنين وثلاثة من عشر مليون فلسطيني موجودين في القطاع والنهاردة احنا بنتكلم من سبع اكتوبر لغاية النهاردة تقريبا دخلنا في 15 يوم والقطاع تحت الحصار الكامل وبالتالي وقطع الكهرباء وقطع المياه وقطع الوقود عنه وده امر كان ليه تدعيات كبيرة جدا على الحالة الانسانية داخل القطاع واحنا قلنا ان احنا هنا متوافقين ايضا على اهمية ان احنا نتحرك في ادخال مزيد من المساعدات وهنا اسجل شكر لفخامة الرئيس لانه وعد بارسال سفينة مستشفى لتأخديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها يعني يحتاجها من المصابين الفلسطينيين ايضا تحدثنا على اهمية اتاحة الفرصة والوقت ان احنا نعمل على اطلاق مزيد من الرهائن وزيد من الاسرة اللي موجودين في القطاع وده من خلال تهديئة الموقف ما امكن تهديئة الموقف ما امكن حتى نستطيع ان نعمل من اجل اطلاق مزيد من الرهائن والاسرة الموجودين لدى حمس احنا في مصر حرسين على ان احنا نقوم بدور ايجابي جدا جدا في هذه الازمة من خلال تفاهمنا ومن خلال معشرتنا للواقع تطور القضية الفلسطينية وان القضية وان القضية الفلسطينية قضية القضايا بالنسبة لنا وبالنسبة لمنطقتنا وان الرأي العام العربي والاسلامي متأثر جدا جدا ومقدر جدا جدا قد ايه حل القضية دي حيكون ليه انعكاس كبير جدا جدا ويمكن يعني ممكن حد يقول هل فيه فرصة حقيقية لمكافحة الارهاب انا بقول للرئيس ماكرون ان فكرة فكرة الفكرة دي بدأت في مخيمات نتيجة مخيمات الفلسطينيين نتيجة فقد الامل مفيش امل مفيش فرصة ان احنا نديهم دولة الدولة دي تبقى جنبا الى جنب مع الدولة الفلسطينية تحترم وتحافظ على امن الاسرائيليين وامن الفلسطينيين بكل الضمانات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف لما فقد هذا الامل لما فقد هذا الامل ولما الممارسات اللي كانت موجودة خلال السنين الاخيرة اللي فاتت فيما يخص المسجد الاقصى يعني التوسع الاسطيطاني اللي موجود كل ده كان عبارة عن تغزية لحالة الكراهية والغضب اللي احنا محتاجين نفرغها بان احنا نحي نحي مرة تانية عملية السلام في المنطقة فيما يخص حل الدولتين توفقنا مع فخامة الرئيس علينا نتحرك سويا ونعمل سويا من اجل هذا الهدف النبيل هو احتواء الازمة عدم تسعيدها ادخال المساعدات تخفيض التوتر ما امكن عدم او السعي الى عدم دخول اطراف اخرى في النزاع الحالي وهنا انا بسجل مرة تانية شكري الشديد باسمي وباسمي كل انسان مخلص في منطقتنا للرئيس الفرنسي ماكرون على الجهد وعلى الحركة اللي بيبذلها من اجل احتواء هذه الازمة وهذا الامر هننجح فيه لان الاخلاص في العمل من اجل الابرياء ومن غاج المسلمين لازم ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا فيه وبقول لرئيس ماكرون ان التاريخ هيشهد لك منك انت بتبذل جهد كبير قوي قوي كان زار اسرائيل وزار رامالله وزار الأردن والنهاردة في مصر يمكن في خلال يومين او ثلاثة فقط الجولة الكبيرة دية فخمت الرئيس نحن بكل التقدير والاحترام والاعجاب والشكر لشخصكم ولفرنسا وثق ان لك في مصر اصدقاء حرسين ايضا على العمل سويا من اجل تحقيق السلام ونزع فتيل هذه الازمة اللي احنا كلنا بنتقلم على الضحايا اللي موجودين فيها كان فيه حد يقولي يا ترى انتو يعني تقبلوا ان يبقى فيه وجمع المدنيين لا طبعا نحن ندين كل الاعمال التي تمس المدنيين كل المدنيين مفيش كلام في ده لان المدني ده ملوش علاقة بالغضب والقلم والحل اللي احنا فيها بس انا عايز اقول مهمة اوي ان احنا ونحن بنتكلم في النقطة دي نتكلم فيها بمعيار واحد يعني المدنيين اللي هنا والمدنيين اللي هنا مرة تانية براحب بك فخامة رئيس اهلا وسهلا فضل